اللي مش فارق معه زعل حبيبه اتحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان سريع الفيء زي ما قلت لكم ونزلك في بيوت كتيرة جدا 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 اتهددت وبقت فيه خبر كان بسبب ايه؟ بسبب ان امه هو قال والله انا اسبها لغاية ما تصفى لا ما تسباش لغاية ما تصفى افضل والله وراها لغاية ما تصف فيها هو ده اصول التصفى كده اصول التصفى اللي فيه مفعلة تفضل لغاية ما تروح وتخليها تصفى لكن تسيبها كده وهي تصفى مع نفسها وانت في قرارة نفسك وانا اروح تزلل لها وانا اروح تزلل له ده مزل ده محبة ده هد ده تصاف ان الواحد يبادر وانسيت اقول لكم هو هي الاحديث اللي قال حضرة النبي دي محتوطة المين وانزلك اهم خطوة هي خطرة المبادرة بالصلح وتقليل مدد الخصام لان حضرة النبي قال فخيروهم الذي يبدأوا بالسلام يبقى اللي هيبدأ بالسلام ده عنده مهارة التصافي الزواجي يبقى لازم نسارع بالتصافي حاجة التالتة والخطوة التالتة يبقى الخطوة الاولى نوقف هارم النكد الخطوة التانية نبادر بانهاء حالة الخلاف وحالة الخصام حاجة التالتة عدم السمح بتدخل الاخرين احنا عارفين ان الخلاف لما يخرج برة اتنين بيكبر ويتتسع وتبتدي اكتر حاجة بتحصل لما بداخل حد تاني تبتدي رؤى توضع لهذا الخلاف يا سلام لما تروح على جروبات المميز بقى ولا تروح على جروبات الخلافات الزوجية ولا ارشادات الزوجية ولا الكلام يروح لامها وامه فيبقى عندنا عندنا ايه عندنا وحلة من الكلام والخلاف يتسع فتلاقي الزوجين لو لجأوا المعارف او الاهل او الاصحاب عشان يحلوا بينهم مشكلة يبتدوا يحكوا عن اللي حصل مثلا بجانب الاراء كتيرة المشتتة والممزقة انا بسمعاش بمشتتة الاراء كتيرة اللي بتتقال دي بتمزق الزواج بتقطعه لكن فيه مصيبة تانية بتحصل اني عطاري بدنا انا بكلم مع الاهل احكي فتلاقي الزوجة تزعل وتقول معقولة تقول على التفاصيل اللي بيننا طب هيقولوا علي ايه والزوج برضو يقول ازاي تقولي حاجة زي كده انت صغرتيني اصادهم اصاد اهلي اصاد اصحابي فلازم نرعا ان احنا نحاول قدر الامكان نديري خلاف بيننا في الغرفة الخاصة بتاعتنا ما يطلعش خلاف بر الغرفة دي وبالزاد امام الاولاد طب لو احتاجنا الاستشارة ومشورة نروح لأصحاب الخبرة او الاهل اللي معروفين بالحكمة وتبقى في قضيق الحدود ونبقى مؤمنين الشخص ده وعارفين ان هو من اهم صفاته ان هو مش مفشي للأسرار يبقى لابد ان احنا نراعي ان محدش فينا يقبل او يسمح للاطراف اللي بنستشرهم انهم يذكروا الطرف الآخر كمان بسوق ودي حاجة مهمة جدا من قواعد الايه؟ من قواعد الاستشارة ما روحش انا استشير حد كبير في العيلة فايزا بيه يقضي يسوير لي سورة زوجي او هي او هو يروح يستشير حد من العيلة يخليها والعزو بالله بنت مش بتربية الكلام ده ما ينفعش دي مش استشارة دي ورطة والدخول في المغارة المظلمة اللي مش هنطلع منها لان ده يخلي القلوب تشير من بعضها وشوف حضرة النبي علمنا الادب ايه؟ علمنا ايه حضرة النبي؟ قالي لا يبلغني احد عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ما حدش يقول لي حاجة يبقى وكان الاخبار دي بتخلي الواحد صدره يتغير واحنا مش عايزين حد صدره يتغير رابع خطوة يبقى احنا مشوف مشين ازاي اول خطوة عن خلص على مسلس النكد تاني خطوة نقلل موضة الخصام ونبادر للصلح وخيروهم الذي يبدأوا بالسلام ده لتخطوة ان احنا ببساطة خالص 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 نحاول طول الوقت ان احنا نعمل ايه؟ نمنع التدخلات اللي ممكن تزود فترات عدم التصافي ونقدم رؤى ويقدمونا رؤى وقراءات كتيرة جدا 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 للخلاف ده احنا مش في حاجة اليه رابع حاجة نعمل ايه؟ عدم ذكر المواقف السلبية بعد ما نوصل لحل الخلاف يجب ان احنا ما نرجعش تاني نفتح الملفات القديمة وانا بقولكم ارجعوا لحلقات اتكلمنا فيها عن كيفية التخلص من الملفات القديمة وازاي نقدر نعمل ده؟